طب سلام عليكم شباب تانية سنوي النهاردة باذن الله معانا اجزام ماثماتيكس اجزام بيور ماث عايزين نبقى كده في اجزام تو بدون مقدمات كتير تركيز في اه حرفية التعامل مع الامتحان انا ازاي اصلا بتعامل مع الاجزام وانا معايا كل المعلومات احنا مفروض رجعنا الحمدلله كويس قوي قوي تعال بقى نشوف نتعامل ازاي بداياتا السؤال رقم واحد بيقول لي انت معاك تو فانكشنز اف اكس و جي اكس فانكشن اسمها اف اف اكس وفانكشن اسمها جي اوف اكس والمطلوب منك هو اف او جي كومفزت فانكشن وبعد ما تخلص عوض عن ال اكس فايف طب مابدايا بس اف او جي دي كان معناها ايه دي كان معناها اف اوف جي اكس يعني الاف جواها جي اللي احنا بنقولها ازاي بنقول مين اللي مكتوب قبل ال او قبل الكمفزت فانكشن مكتوب الفانكشن اللي اسمها اف تعال نكتبها الاف اللي هي اكس ماينس 3 بس انا مش بكتبها اكس ماينس 3 انا ببص قبل العلامة بتاعة ال او دي بلاقي الفانكشن اف ما كتبتاش اكس ماينس 3 كتبتها براكت ماينس 3 جوا البركت هنحط مين هنحط الجي يعني انت هتيجي جوا البركت اللي انت محضره تحط الجي اكس اللي هي اللي بعد علامة ال او الجي اكس اللي هي اكس باور 2 حلو جدا ده هو الف او جي او فانكشن اكس جواها فانكشن جي الراجل قالك بعد ما تخلص عور عن ال اكس بخمسة تعال نعمل كده 5 باور 2 ماينس ري طبعا 5 باور 2 25 ماينس ري 22 الاجابة سي حلو لذيذ بداية لذيذة سؤال رقم اتنين اذن اف 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 F of A اللي هي 3 power A multiply F of P اللي هي 3 power B وانت كده كده من عددية من زمان قوي عارف ان انا لو معايا same base في حالة المultiply بكتب ال base ده مرة واحدة وفي حالة المultiply بعمل فالباورات exactly plus هعمل A plus B ده الناتج هتبص في الاختيارات للأسف الشديد مش هتلاقيه كاتب 3 power A plus B هو جايبهم in term of F برضو يعني جايبهم بدلالة ال F يعني بص انا هبدأ اجرب كل اختياراتك لغاية لما وصل لك 3 power A plus B مبدأين اول اختيار عشان لو في حد بتسوح ودماجهم سوحاه ان هو عايز يحولها الى multiply لانها multiply ده اختيار غلط يعني ايه F of A plus B يعني معناها 3 power هبقى شين ال X وحط A plus B هل ده الناتج اللي انا داخل ادور عليه لأ طبعا ولا اطبعا هتجي تبص تقوم عن النظر multiply B لأ انا عايزها A plus B هي المفروض ان هي لما جيت عوضت باول اختيار A B شلت ال X وحطت A multiply B مش هو الناتج اللي عايزه طب اختيار B بيقولك ايه F of A plus B يعني ايه يعني ارجع لل function F 3 شيل ال X وحط A plus B ايه رأك في اختيار B 3 power A plus B واللي انا عايزه كان كام 3 power A plus B يبقى اجابة سؤاله هي B لان انا عارف ان في حالة الملتيبلاي بنعمل F power plus part ماشي اللي بعده F F is an even function stop لمحت ان F even function معلومة نارية عن even function انت عارفها انت كده كده عارف ان في حالة even function بس لو ال function even F of negative X هي هيها F of X ال negative ليس له اعتبار يا فاندم في حالة even function ال negative بيتشال من ال function لو جوه يعني لو ال function دي جواها negative X انت ممكن تستغنى تماما عن ال negative القيمتين دول F of negative X و F of X متسويين انا امتى بلجأ للقعدة دي في حالة even function ايه هي القعدة بشين ال negative اللي جوه اللي مع ال X دي بس ايه دي المعلومة اللي انا اخدتها من كلمة even function تعال انا شوف المعلومة دي هتساعدني في حالة السؤال ولا لأ هو عايزي هو عايز 7 F of X اهي 7 F of X مائلس 4 بص اللي جاية دي F of negative X مش انا اقيل لك ان احنا F of negative X ممكن نشيلها ونحط مكانها F of X حصل equal هو قال لك equal cam 9 انا كل اللي عملتوا ان انا ما عملتش اي حاجة غير التعويضة دي شلت F of negative X وحطيت مكانها F of X وده بعمله في كل even functions في الدنيا طب 7 F of X مائلس 4 F of X اللي هو مكان 3 F of X 7 مائلس 4 3 3 F of X equal cam equal 9 باشا نفسك في F of X سهل قوي نزل 3 بالdivided 9 divided 3 تطلع بتسوي كام 3 F of X equal 3 الاجابة دي حلوة ومهمة اللي بعضه اللي بعضه فنيات بقى التعامل مع اللج وحلوة اللج الراجل جاي بيقولك لج 15 للبيز 3 equal X انت كده كده عارف ان لو معك لج واحد في الامتحان هو لج وحيد بغض النظر انك انت انك انت ممكن تكتبها للكالكليتور زي ما هي كده بالظبط وتعرف الـ X بكام وعلى فكرة دي برضو ممكن تكتب للكالكليتور ونعرف الـ Y بكام بس احنا قايزين نشغل بقى الشغل اللي احنا متعلمينه تعال بس اقولك حاجة انت عارف ان انت من حقك تعمل البيز باور الانسر يعني 3 باور X equal اللي جوه اللج اللي هو 15 تجي لعبها تاني تعال اعمل لعبها تاني لج بيستو 5 equal Y بالمناسبة لك الحق برضو انك انت تقول 2 باور Y 2 باور Y equal كام 5 طب ليه بقى ليه بقى احنا عملنا كده ليه حولتها X ponential تعال كده ندردش دردشت الناس الرائقة كشخص رائق الففتين دي من كتر حلك Mathematics السنة دي عرفت ان احنا دايما بنحب نفكها 5 في 3 3 باور X equal 5 multiply 3 هتقول لي طب احنا ليه عملنا 3 باور X equal 5 multiply 3 ممكن يفيدنا بايه الكلام ده ده يفيدني بحاجة جامدة قوي ده يفيدك بص 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 المعلومة دي بلاس المعلومة دي جابولي علاقة بين الـ X والـ Y ايه هي العلاقة اللي بين الـ X والـ Y حبيب قلبي انا ممكن الـ 5 اشيلها وحط مكانها 2 باور Y بص عملها لك ازاي انا اشيل الـ 5 دي حقيق حط مكانها كام 2 باور Y تعال نشوف ايه هيحصل لعملنا اللي انا بقوله دلوقتي هي كده 3 باور X اصلا equal انت اتفقت معايا هنشيل الـ 5 ونحط كام 2 باور Y multiply 3 واروح سألك سؤال واحد هو مش انت ممكن تيجي بكل بساطة تنزل 3 دي بالـ divided طبعا يعني هتبقى 3 باور X divided 3 باور 1 لزلت 3 باور 1 دي بالـ divided equal كام اللي قاعد هناك 2 to the power Y ده كده عظمة اوي ليه كده عظمة اوي بصوا اللي هيحصل انا في حالة وجود السيم بيز بعمل ليه في الباور مينس يعني هعمل X مينس 1 3 باور X مينس 1 equal 2 باور Y انا جبت relation مفيدة اوي 3 باور X مينس 1 equal 2 باور Y ده انا جبت الحل طب هل في طريقة تانية انت كنت ممكن تعملها في طريقة فلاح شوية انك انت تروحاسب ديه عالكالكليتور جاي بالـ X بقت معك الـ X كتبتها كذا بوينت كذا وتجي تحسب ديه عالكالكليتور بقى معك مين يا رئيس الـ Y وتبدأ تجرب اختياراتك تعمل 3 power X مينس 1 تشوفها هتطلع كام وتباور Y تشوفها هتطلع كام يا اما تجرب الاختيارات يا اما تعمل الطريقة اللي احنا حلناها وطبعا كده لو انت فاهم منهج تقول لي ديه اسهل انا مش لسه هحسب X وبعدين هحسب Y وغرب الـ 4 اختيارات افرق قنحطة الاجابة في الاخر ادينا عمالة ضيع وقت وخلاص وانا بغرب الاختيارات بس لو انت عارف الحوارات اللي اتعملت اللي هي الـ الـ الانصر اكوال اللي جوه اللج الموضوع بقى في السليم بالنسبة لك السؤال الخامس السؤال الخامس بيقول لك هو لج كوزين ثيتا بلوس لج سيك ثيتا اكوال اي تعال يا عم نشوف ايه الحوار اللي داير ده انا بالسؤال الخامس سنية واحدة نعمل البلاي الجميل نرجع لما رجوعنا بسم الله انا معايا اتنين لج لج و كوزين ولج و سك بينهم بلوس مهمة اوي 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 اتنين لج ليهم نفس البيز اللي هي تن اللي مش مكتوبة تحت دي وبينهم بلوس يتحول لج وحيد هتبقى لج كده احلى لج في الدنيا مين بقى يا رئيس اللي يكتب جوه كوزين ثيتا ملتبلاي سيك ثيتا ايه دا ايه اللي حولها ملتبلاي المعلومة اللي عندك الخاصية اللي عندك من خصائص اللج حبيبي انت عندك بروبيرتي رهيبة لازم تستفيد بيها ان في حالة وجود بلوس ما بين اتنين لج يتحولوا لج واحد لج واحد بس مكتبش الاتنين اللي جوه بلوس قبل لج البراس يتحول الى ايه ملتبلاي الله عالجمال بص معلم لج قدي كوزين ثيتا كل الشباب الرأيء اللي بتتفرج عارفة ان سيك سيتا وان على كوزين فيش حد في العالم ما يعرفهاش طيب ايه اللي يحصل طروا مع بعض اصبح لج وان وكده كده لوج الوان بكام بزيرو مدام اللوج ده جواة وان الانصر من غير ما تفكر لازم تطلع كام صفر اجبالي كده كده اه ولو انت مش عارف هزي المعلومة رغم انها مش عارف ازاي طبقا مش عارفها لان مهما كانت البيز هي هنا بتاني نعارف بس وريفر اي حاجة في البيز هتعملها باور زيرو غير الزيرو طبعا لانها مش من الدومين اي حاجة باور زيرو بكام بوان ولذلك اللوج اللوج وان اساسي اجابته كام زيرو او اكتب على القالة والقالة برضو هتقولك الاجابة زيرو اهم حاجة باستعرف ان الوان ده جي منين ان كوزاين ملتوبلاي سيك اوتوماتيك بوان لما بدرب فانكشن تريجنومتريك في الريس بروكال بتاحها الاجابة واحد مش السؤال رقم ستة سؤال ستة الراجل جاي بيقول لمت اكس تند تو اي لمت اكس تند تو اي اهي اكس باور فايف مينس اي باور فايف اوبر اكس باور فور مينس اي باور فور ايكوال وان وبيسألك على اي بكام واضح جدا 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 ان دي مسألة ثيرام وكمان مزبوطة ليه مسألة ثيرام ومزبوطة الاشارات اللي في النص مينس اللي اتنين باور اللي فوق زي بعض اللي اتنين باور اللي تحت زي بعض ودي اكس واكس اي و اي والتندنسي اكس واي الثيرم كما انزلت مفيهاش اي حاجة اصلا هطورها انا كل اللي عمله اكتب الرو uranium اللي هو باقسم kon point bon point five divided four multiply multiply مين بقى يعلم ايه الرقم اللي بعد الماينس ده power one جيب نين power one مهي الثيرم بتقولة power divided power multiply awake والبور ده five minus four بعمل البور اللي فوق minus البور اللي تحت كل اللي لدي equal cam 1 كده الإيب كام اللي بلي الخمسة على الأربعة وديها هناك متشقلبة بالdivided فهتبقى 4 over 5 الإيب تساوي 4 على 5 اللي همش عارف هيعجابة كام لكن الإجابة 4 over 5 أكيد عندك في الشيطة هيعجابة إيه اللي بعده اللي بعده limit sign 3x over 10 third x limit x tend to 0 والسؤال بيقول sign 3x over 10 third x الحاجة الوحيدة اللي هعملها في المسألة divided x فوق و divided x تحت لأن انت عارف هزيه المعلومة limit x tend to 0 حبيبي يركز لي x tend to cam 0 الtheorem دي بتاعة trigonometric function اللي هتكتب دلوقتي لازم التندنسي تبقى 0 sign ax over x كل اللي لدي sign x على x بكم أصلا limit x tend to 0 sign x على x اللي همش يورلك عليه أصلا ده بواحد يبقى مين اللي تبقى الكوكوفيشنت بتاع الأنجل اللي هو ايه ونفس الكلام لو limit x tend to 0 بس بدل الصايم بقى تان ax على x برضو نفس القصة الإجابة بتساوي ايه تعالا نشوف إلا هيحصل لما نبدأ نستخرج هذا الكلام دول يا معلم مع بعض بسري بنفس القاعدة الإيه هنا بسري طب وتحت tan x على x سيبك منهم من اللي بقى براهم third cd divided third تضرب ضول في بعض يبقى الإجابة nine ثلاثة على ثلث بتسعة ماشي اللي بعده the number of triangles which satisfy major angle a equal 50 degree أركز بقى في الجيفنز دي كويس قوي 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 كمان واحدة قوي من الجيفنز بتاعتي اتنين صايد صايد a وصايد b وangle not included تركيز قوي 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 دي رابح حالة من حالات حل المثلث الراجل مدي صايدين وangle مش included امتى تبقى الangle included الصايد الاولاني اسمه ايه ماشي والصايد التالي اسمه b الangle included بتاعتهم c اللي هي الحرف التالت من الترانجل انبقى المسألة دي مختلفة المسألة دي احنا معنا الصايد الاولاني a before والصايد d ب7 لو كانت المسألة angle included كان هيدي angle c ولكن هو هنا الدكي معلم angle a 50 degree ولذلك لابد من تطبيق الصاين لو تعال انشوف الصاين لو هيقول لنا ايه a over sine a equal b over sine b ابضع اعوض اللي ايه معنا بكام 4 over sine a انا معنا زاوية ايه خلي بالك يعني sine 50 ال b اللي هو 7 over sine b يلا نحسب sine b sine b equal 7 multiply sine 50 over 4 تعال نحسب هزيه الحزبة نروح نجيب calculator ونيجي لان الحزبة دي مهمة اوي 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 حزبة غالبا غالبا هتعرفني مصير المسألة هيمشي ازاي بعد كده ادعي معايا يا رب الرقم ده يطلع اكبر من واحد يا رب الرقم ده يطلع اكبر من ال one هقول لك ليه دلوقتي 7 في sine 50 over 4 الحمدلله one point thirty four اكبر من ال one لا يجوز حل مسلس كده هو ايه يا بستر لا يجوز هسألك سؤال مشان انت عارف ان الرنج بتاع الصين من نيجاتف one لحد one اكبر قيمة ممكن صين زاوية يوصلها في العالم هي واحد هنا صين الزاوية صين انجل بي طلع بكام one point كذا رقم اكبر من ال one ده مش مسلس ده مسلس جيفنز بتاعته بايزة فهو بيقول لي number triangles اللي نقدر نستسفاي بها المعلومات ده ايه اقول لي معلم ده ولا triangle zero triangle ليه طلع مفيش triangle لان صين بيطلع لرقم اكبر من ال واحد فو انت بتحل لو طلع معاك الصين رقم اكبر من ال واحد قل له ما عندناش اصلا triangle عدد حلول او عدد المسلسات اللي بتحقق المعلومات ده هي صفر مسلس الحمدلله if triangle ABC is an equilateral triangle استراحة محارب هنا هنا انت تعرف ان انت داخل على درجة بإذنك يا رب هتجيبها لان الاكولاترال تريانجل كل الانجلز بتاعته كل الانجلز كان بقى 60 ديجري ايه زاوية في المسلس بستين it's perimeter البرمتر بإيتين روت سري البرمتر بإيتين روت سري يبقى ستة روت ثلاثة سنتي الحمدلله معايا صايد من صايدات هذا التريانجل بقولك يا انا معايا صايد وانجل معايا صايد بسكس روت سري ومعايا انجل بسكستي يطلب اللي يطلبه لان هو عايز الريدياس لينس طب مش انت عارف ان الريدياس لينس مربوط في الصاين له انا لو قلت ايه اوبر صاين ايه ايكوال كام يا معلم اتنين ار تعالوا نحسب كده الايه اللي هي اي صايد اي صايد ما كلهم قد بعض مش فارق بقى ايه ولا بيه ولا سيه بيكم بسكس روت ثري اوبر صاين سيكستي كل ده بيسوي اتنين ار صايد على صاين الزاوية اللي بفوشه اوتوماتيكا ليتو ار احسب الحزبة دي طبعا صاين السيكستي ده هحسبه اللي وارود تلاتة على الاتنين راحوا مع بعض دي بقيت اتناشر يطلع الار بسكس سنتيمتر تم حزبة الار الحمد لله بنجاح عن طريق الصاين لو ماشي الراجل جاي بيقولك لجة اكس للبيس فايف ايكوال سري ثانية واحدة من المعلومة دي هل يجوز معرفة الاكس طلبة معك لجة وحيد هتقدر تعرف الفريابول اللي فيه او الانون اللي فيه باذنك يا الله انت هتعمل البيز باور الانصر اكوال اللي جوه اللج اللي جوه اللج اللي هو مين اكس بيساوي مين باور مين فايف باور سري اوتوماتيكا ليه كده بيز باور انصر اكوال اللي جوه اللج اصبحت معاك حزبة اسمها فايف باور سري الاكس وان هندرد توينتي فايف فل ده حلو قوي ده جبت الاكس بمية خمسة وعشرين تعالا تشوف هو عايز ايه هو عايز لج البيز اللي اسمه فايف اكس اكس على فايف اكس اللي هي كامي حبيبي وان هندرد توينتي فايف اوفر فايف دي تحسبها على الالة على طول عمتا دي مية خمسة وعشرين على الخمسة اللي هي تونتي فايف فايف باور تو الالة تقول لك الاجابة اكوال اتنين يعني التأول لما تكتب دي الكالكليتور ودوس اكوال هتلاقي الانصر طلع معاك اتنين طب انا عارفت منين ماشي اللي بعد اللي بعد غايب لك بتزيد في انهي او في انهي فترة كده مضطرين نرسم وانت عشان ترسم اساسي اول حاجة تطلحها الفيرتكس يلا كده نبدأ باستخراج الفيرتكس بنخش جوه الابسليوت هتلاقي اكس ماينس وان غير اشارة الرقم يبقى بوسطف وان اه اول حاجة بعملها بخش جوه البركت او جوه الابسليوت او جوه الفونكشن بتاعتي جوه هتلاقيها اكس ماينس واحد اعكس اشارة الرقم اعكس اشارة الرقم اللي بعد الاكس هو نيجاتف وان فانا خليته وان طب مين اللي قاعد برا سري دي الفيرتكس وان و سري ابدأ ارسم كده عالريق خالص اكس اكس رسم مكروكي اتعرفنا شوية حاجات اتنين تلاتة اربعة هنا نيجاتف وان نيجاتف اتنين وان تو سري هبدأ اول حاجة انا معايا الاكس بوان والواي بسري البوينت اهي بوقع نقطة كده واعمل عندها كده لو انا عايز ارسم بقى بدقة شويتين محاور وهمية اكسز وهمية هي مش الاكسز الحقيقية الاكس اكسز والواي اكسز الريدي بالاحمر لا ادي اكسز وهمية لنا رسمينها عند البرتكس عشان نبدأ وبدقة ان احنا نرسم الفونشن ابسليوت وانت خليك فاكر بقى والنبي والنبي في نيجاتف قبل الابسليوت هو الابسليوت اكس العادية بتترسم ازاي في من عند الوريجين بوينت طب لو في نيجاتف قبل الابسليوت هل بتترسم على شكل حرف البي لأ طبعا بتكون عبارة عن ايه زي التمانية اللي بالعربي كده يعني ايه يعني الرسمة بتاعتي هتبقى عاملة حاجة شبه كده ليه رسمناها تمانية من السبعة عشان النيجاتف اللي قبل الابسليوت الراجل بقى بيقولك انكريزنج اون فين الجزء الانكريزنج انت لو جيت شفت الرسمة اللي بالاسود دي هتلاقيها مر بمرحلتين ايه دي المرحلة الاولى مرحلة الانكريزنج انت بتجي من ناحية الشمال وتحط ايدك عن رسمة تلاقيها بتعمل ايه طالعة 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 طب لو جيت بسط على الناحية دي هتلاقيها لا ده ده الجزء الانكريزنج بتاعها هو بيسألني على مين الانكريزنج اللي هي الحتة ليه جماعة ودايما دايما 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 وانت بيجيب انكريز او ديكريز عينك على الاكس اكسز المناطني من الاكس اكسز انا جاي بزيب من اول المسألة من اول نيجاتف انفينيتي لحد كام اوعى تقول سري من نيجاتف انفينيتي لحد وان طب ليه ما نقولش من نيجاتف انفينيتي لحد سري انت كده تبقى جبت الرقم من الواي اكسز يبقى غلط لأ انت الاول بتحد الجزء الزيادة اللي هو انا بشاور لك على دي الوقتي وتبدأ تبص على الاكس اكسز بدايته نيجاتف انفينيتي نهايته وان يبقى هي انكريزنج من نيجاتف انفينيتي الى وان الاجابة دي سؤال مهم مش اللي بعد فتح كرام كده فتح كلام قبل اي حاجة انقلت دي بعكس الاشارة ودي التو هناك ابسليوت اكس بلاس 3 للزين وان ماينس تو نيجاتف وان وخد نفسك هل ده يجوز هو ده ينفع وده يرضي ربنا ينفع الابسليوت يبقى اصغر من قيمة نيجاتف نوية ما حصلتش حبيب قلبي ده ابسليوت يعني لازم 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 يطلع لك قيمة مش نيجاتف يعني ممكن يطلع زيرو او اي رقم بوزوتف انما يقول لي ابسليوت اصغر من نيجاتف اول ما تشوف المنظر ده في حياتك مش في الانتحان بس تكتب ان السليوشن سيت هي فاي لا يوجد سليوشن سيت مفيش اي اكسات حقق للرقم ده هاتلي اي اكس تخطر في بالك حطاها هنا خمسة عشرة مية نيجاتف الف وصف مليون مهما كانت فاليو الاكس عمر الابسليوت ده ما هيبقى اصغر من نيجاتف وان ده لازم الابسليوت يطلع اكبر من النيجاتف وان طبعا لازم يطلع قيمة وسطف فلما يقولك ابسليوت لزا نيجاتف ده سؤال هدية ابسليوت لزا نيجاتف ايجابته فاي ما ينفعش الابسليوت يبقى لزا رقم نيجاتف ماشي اللوج وحلوة اللوج وجمال اللوج وبروبيريتي مهمة قوي 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 في اللوج اللوج بيعمل ايه في الباور بينزله قبله قبل اي حاجة تعملها في حياتك في مسألة اللوج نزل لي بس الباور ده خليه رايح ظهره يعني ايه يعني هاتي تو في الاول كده تو لوج ايه البيس بي ملتبلاي لوج سي بي ملتبلاي كمل معايا لوج دي سي والاخيرة ملتبلاي لوج اي دي ماشي في حالة وجود ملتبلاي ما بين اللوجز وجود ايه ملتبلاي تأكر ان انت بنسبة 90% هتلجأ لخاصية لوج اوفر لوج اللي هي بتتعامل ازاي اللي هي تشينج البيز ايه هعمل تشينج البيز ازاي بص يا رايس تو ملتبلاي يلا نفك اللوجها دي هنخليها لوج ايه على لوج بي كل واحدة في مكانها اللي مكتوبة فوق كتبها فوق واللي مكتوبة في البيز تحت كتبتاها تحت يلا راون دي توكي لكتة تاني مرة نفك اللوج جاية دي نتفكي ازاي دي لوج بي اوفر لوج سي اللي مكتوبة فوق فوق اللي مكتوبة تحت تحت والبيزنس كلها بقى التن انا عملت تشينج البيز خلاص ملتبلاي اللي بعده لوج سي اوفر لوج دي ملتبلاي اخر واحدة لوج دي اوفر لوج ايه مع لوج سي ولوج دي ولوج دي كل ده طار من اللي بقى لك اللي اتنين اللي في الاول يبقى الاجابة equal to حلوة وبتتكرر في الامتحانات كتير اللي بعده limit x ten to zero اسئلة بقى الهدايا اسئلة بقى الهدايا في حلين يا جماعة الناس الجهلة الجهلة بيعملوا ايه لو انت جاهل هتلاقي نفسك بتقول لي يا مستار الاجابة صفر اقول لك جبتها ازاي صفر هتقول لي عوضت بالصفر حبيب قال بي الراجل بيقول لك limit مين اللي تندي to zero x ten to zero اول خطوة في اللمت انا عارف انه هتعود مباشر ده لو فيه x اصلا في المسألة مسألتك مفيهاش x انهائي مسألتك سري ايه power two يعني مفيش x عوض بيها يبقى الاجابة هي السؤال امتى في مسألة المت ما بعملش اي حاجة حرفية لما يكون السؤال بيقول لي x ten to zero x ten to zero طب ريس انت شايف اي x انا اتعود بي لا مدام ما فيش x في السؤال يبقى الاجابة زي السؤال بالزبط ده ثابت زي مسأل ما يجي يقول لك كده في الامتحان مسأل 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 لمت x ten to zero five الاجابة ايكوال كام five لان الرقم لو constant ال function لو constant function بتبقى الاجابة هي ال constant function فانا معايا constant function three a power two هو من اللي variable هنا x بيقول لك ال x ten to zero لا ما عندناش x ten to zero لان احنا ما عندناش x في المسألة اصلا فالاجابة three a power two يا رب السؤال التالي بيقول لك limit x او limit x ten to 16 limit x تقول الى 16 root x minus one over x minus 16 حاول ما تبقاش اهوج حاول ما تبقاش متسرع ما هي اولى خطوات اول حاجة بعملها اصلا في اي مسألة limit تعويض مباشر اول حاجة بتعملها في مسألة limit قبل اي حاجة فتح كلام حضرتك بيتيجي تعوض لتعويضة مباشرة جدا 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 بالرقم اللي قدامك طب الرقم اللي قدامي هو رقم كام الرقم اللي قدامي هو 16 يبقى انا هشيل ال x وحط كام يا معلم 16 تعالى نعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم نشيل ال x ونحط 16 يبقى root 16 minus one over 16 minus 16 بص الله هيحصل 16 minus 16 تحت كام بزيرو طب فوق root 16 اللي هو four minus one يعني 3 على zero ركز معايا هل المسائل اللي كانت بتطلع 3 over zero كنا بنجعبت فيها يعني هل لسه بقى هروح وحل وكمل ولا اجابتي doesn't exist اجابة نموذجية اللي قال limit doesn't exist شخص فهمان عارف امتى limit بيبقى exist حالة من حالتين عوض في الاول ويطلع لي رقم يطلع لي 3 5 10 قيمة fraction صحيح negative بسهو رقم طلع او يطلع 0 على الزيرو لو 0 على الزيرو limit exist ونعمل خطوات نجيبه طب ماذا لو ما طلعش 0 على الزيرو طلع رقم 3 على الزيرو 4 على الزيرو negative 7 over 0 اي رقم over 0 except 0 over 0 كنا على جنب طلع لك رقم غير السفر فوق وطلع لك سفر تحت يبقى اجابتك limit doesn't exist مش موجود المت يا فندم ماشي حلو جد اللي بعده اللي بعده الراجل جاي بيقول لي limit extend to infinity limit extend to infinity اكس روت 5 over 10 ماشي تعال نشوف الدنيا ماشي ازاي بسم الله الرحمن الرحيم انا دلوقتي معايا مشكلة معايا مشكلة الاكس دي اعمل فيها ايه اول حاجة هتعملها بصي رايس روّق كده علشان في حاجة تكنيكل مش عارف اللي اختبارات مش موجودة هنا تعال اكتبها لكم عشان تفرق معاكم negative infinity ولا infinity ولا half ولا كام بقى 1 over 10 تعال كده نشوف الدنيا ماشي ازاي بسم الله الرحمن الرحيم ال 5 دي 5 bar cam 1 مش احنا لنا الحق يا جماعة نقسم power divided index طبعا لنا الحق لو انا عايز منظر الروت ده مش عاجبني عايز اتخلص منه انا اخليها power 1 over x وتحت كده كده انت اسمع كام على 10 ده ما بدأ ايه فتح الكلام كده اول حاجة تخلصنا من الروت اكتنز روت ده ازاي عملنا 1 over x في حالة limit x 10 to infinity مهمة مهمة اوى 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 ده الاكس تقول الى ما لا نهاية infinity وهو بيقول لك 1 على اكس 1 على اكس اجابتها كام 0 يعني دي 5 power 0 على 10 اصحى معايا جبنين 0 ده في حالة limit infinity وان على اكس بزيرو كده كده طب اقول لك ايه مش اي حاجة power 0 1 حصل وتحت 10 تبقى الاجابة 1 على 10 1 over 10 مهمة برضو اللي بعضه الراجل بيقول intro angle ABC في ايه اكوال البي لو الاب يساوي البي يبقى كوزين الاب كام هل 2c over b ولا هل c over 2b ولا هل 2b over a ولا 2b over c يلا بينا نشوف الدنيا ماشية ازاي انا مبدئيا معايا ترى انجل اسمه ABC والراجل سألني على كوزين ايه كوزين احنا حافظين الرول بتاعتها b power 2 plus c power 2 minus a power 2 over 2bc فتحي كلام كده تعالا نشوف مين معانا ونعوض بيه احنا معانا حاجة مهمة اوي 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 الايه قدامين يا معلم البي a equal b يعني ممكن negative a square مع b square يطيروا مع بعض تقولي سانية واحدة بس هم طاروا مع بعض ليه دي بي power 2 ودي negative ايه power 2 هدي نفسك بس اصلا كده كده هو فوق مديني المفتاح بتاع السؤال بيقولني الايه قدل بي فما فيش اي مشكلة خالص بما ان الايه equal in b ان هم يطيروا مع بعض مين اللي تبقى فوق c power 2 over 2bc اللي جاية سهلة اوي اللي جاية هافق اوي خطوة هافق اشتب سي مع واحدة من اللي فوق يتبقى لك c over 2b يلا ندور في الاختيارات على c over 2b الاجابة سهلة اوي هي b c over 2b مش مش نشوف اللي بعده intranjil a b c الراجل ايلك في مسلس اسمه a b c l a equal 3m l b equal 2m وال c equal 2m ماشي حلوة كده ليه لازم احط ام جنبها هلميا انت لازم تحط ام جنبها لان هاريشيو على فكرة انت كده كده لما تيجي تحسب كوزاين ايه انا عارف ان الامات هتطير بس احنا حطينها كده كده بحط جنب كل رقم من الارقام دي اي سيمبل ام او k او river هو عايز كوزاين ايه طب ايلا نحلله مش انت عارف ان كوزاين ايه equal b power 2 plus c power 2 minus a power 2 على مين يا رئيس 2 b c حاليا وانحنا بنعوض لو انت عندك يقيم زي ان الامات هتطير وهي هتطير لكن حق تعوض بقى بسرعة ازاي كوزاين ايه ايه يلا نعوضها وننجزها b power 2 b power 2 يعني 2 power 2 اللي هي 4 هتقول لي تاب والام هتطير كده كده في الاخر ما تشيلش همها plus c power 2 c power 2 يعني 2 power 2 اللي هي كان برضو 4 minus a square a square يعني 3 power 2 3 power 2 اللي هي 9 over 2 multiply b اللي هي 2 multiply c اللي هي 2 برضو تحسب الحزبة دي 4 4 8 9 negative 1 2 2 negative 1 over 8 الاجابة c negative 1 على 8 مهمة برضو طيب سؤال رقم 19 جايب لك السؤال بالعكس بيقول لك هو انت متعاود ان هو يجيب لك المسألة وانت ترسمها هو هنا بيقول لك ايه the opposite figure shown function اعرف لي مين هي الفونكشن تعالى الاول نروح في the opposite figure نستخرج حاجة مهمة اوي 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 الvertex دي شايفها الرقم ده مهمة اوي 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 الvertex بتاعت المسألة هي عبارة عن الات الvertex هي عبارة عن الex ب 2 والواي ب 1 الvertex بتروح كلا عند الvertex ما اسمعها الvertex يعني هنعمل ايه وتجيب الex بتاعتها لوه ب 2 والواي بتاعتها بكام 1 اذا انا عرفت المسئولية بتاعتي انا حاليا مسئولة عن ايجاد اختيار من الاربع اختيارات الvertex بتاعتها 1 و ده مهمة اوي ده فيه نيجاتف قبل الكيام بتاعه ليه لازم يكون فيه نيجاتف حبيب قال بي هي لو الرسمة رسمة اكس سكوير هتبقى شكل حرف اليو طب لو هي جاي على شكل حرف الان زي اللي قدامك زي الرسمة بتاعتك لأ حرف ان يبقى اكيد فيه نيجاتف قبل الكيام بتاع او قبل بتاع اكس بارتو زي ما بنقول طب دلوقتي تعالا نجرب كده نبص على الاختيارات نستبعد ايجابتين اوتوماتيكا ليسي تم استبعادها ليه الكيام مفيش قبله نيجاتف وبرضو دي تم استبعادها مفيش نيجاتف قبل البراكت يبقى دلوقتي الاجابة بتاعتك يا اما ايه يا اما بي واحدة من الاتنين تيجي نطلع vertex a و vertex b vertex a خش جوه غير الاشارة تبقى اتنين اطلع برا خد الرقم زي ما هو 2 و 1 طب تعالا نشوف vertex b اطلع برا خد الرقم يطلع 2 هسألك سؤال احنا vertex بتاعنا 2 و 1 زي اول اختيار ولا 1 و 2 زي تاني اختيار لو جيت بسيت وامعانت النظر انا عايز vertex بكون اتنين واحد اتنين واحد دي vertex اقني اختيار الاختيار الاول vertex بتاعته 2 و 1 مشي 20 20 الراجل جاي بيقولك الاتي look x 25 equal 2 كده كده انت بتعمل الاتي البيز power الانصر equal اللي جوه look x power 2 equal 25 ثانية عشان نعمل حاجة مهمة قوي دلوقتي احنا هنجيب الـ x عن طريق الـ square root فانت هتجي تقول لي يبقى الـ x positive or negative 5 هقولك ركز كده ثانية ركز معلش عايزك بحوار الـ x دي عبارة عن الـ base بتاعة الـ log صح؟ لا يجوز ان الـ base ده يبقى negative ما ينفعش ان الـ x دي تبقى negative بأي حال من الأحوال يبقى negative دي refused يبقى الـ x بكام بـ 5 لو انت عرفت ان الـ x بـ 5 تم حل السؤال ليه تم حل السؤال؟ هو اصلا كل اللي عايزه حاجات فيها الـ x انا هعوض مكان الـ x بـ 5 يبقى 5 power 3 plus اشيل الـ x وحط 5 تبقى 5 power 2 minus اشيل الـ x وحط 5 5 power 3 plus 5 power 2 minus 5 اروح احسب الحزب ادية واحدة واحدة 5 power 3 plus 5 power 2 انا بعمل ايه؟ بحسب غلط انزل بالسطر ايوة 5 power 3 plus 5 power 2 minus 5 فارقيت احسب طيب نغاسها الـ 1,4,5 الاجابة دي مئة وخمسة واربعون مش 21 the solution set of the equation لج 4x والبيز اسمه x كل ده equal 3 مشكورا كل اللي هتعمله البيز power الانصر equal اللي جوه اللج يعني x power 3 equal 4x يلا يا معلم ندخل الـ 4x بالـ minus x power 3 minus 4x equal 0 x power 3 minus 4x equal 0 اسحب الـ x command factor اخذنا الـ x command factor من اللي تبقى x power 2 minus 4 بص بقى حاليا انت بقى معك اتنين factors مضروبين في بعض وبيساوي 0 فانت هتيجي تقول لي اول حاجة x equal 0 ده فتح كلام او البركت كله equal 0 يعني x square minus 4 equal 0 انقلها ليه ناحية التانية يبقى x square equal 4 اعمل روت حالا تطلع الـ x cam positive or negative 2 طلعت الـ x positive or negative 2 طلعت الـ x 0 تعالى دلوقت انت ممكن تتصرع وتحرع وتبقى اهوج وتروح تختار الاختيار دي اللي هو في الزيرو والـ 2 والـ negative 2 مع العلم أن البس دي اسمها اكس صح؟ لا يجوز لا يجوز انها تكون negative ولا يجوز انها تكون zero ولو كانت رعلي 1 كنت رفضت بس البس ده بيرفض 3 حاجات يرفض اي رقم negative يرفض الزيرو ويرفض البسطف وان هو مخصم مع البسطف وان بس من تعريفه ان البس ما يفعش يبقى واحد ولذلك انا الزيرو ده هرفضه والـ negative 2 كمان هرفضها ليه؟ ما لسا اقللك ان اللوج ما يحبش ان البس بتاعه يبقى zero بيبقى refused دايما ولو negative refused دايما طب انا رفضت الزيرو ورفضت negative 2 يبقى الاجابة كام؟ 2 فقط لغير هتقول لي طب ما هدورك وانوا طلعوا لي في الحلق ما يا حبيب ما يطلعوا طلعوا وعملت لهم refused ده في ازمة ان شاء الله لأ 22 22 الراجل جاي هنا بيقول لك لو 5 power x equal 2 5 power x equal 2 على فكرة انا عارف ان انت تقدر تجيب الـ x انت ممكن يقول اللي يجيب بالك ان الـ x equal log الـ base 5 واللي جوه log 2 انا عارف ان انت شطوره ممكن تجيب الـ x بس احنا عايزين بقى ايه؟ نبقى اشطر اكتر واكتر انا 5 power x equal 2 هسيبها على جنب دلوقتي دي 5 power x plus 2 خناقة في الباور ده مش هيفيدني في المسألة دي بس ده هيفيدني في مسائل كتير في الامتحان فض خناقة الباور الباور لو في حاجتين بلاس بعض بص انا هكتب الـ base ده مرتين 5 multiply 5 مرة power x مرة power 2 واو ينفع نفك الاشتباك بتاع الباور لو الباور فيه x plus 2 انت ممكن تفض الاشتباك بسهولة قوي ازاي؟ تحوله الى مسألتين multiply بعض ما هو اصل البلاس اللي في الباور ده ايه؟ الملتبلاي؟ ان كان الـ base equal equal ازاي عملنا multiply فجمعنا الباور عشان كده انا اوتوماتيك اول لما بلاقي بلاس في الباور بفكه افكه الى 5 power x multiply 5 power 2 تعرف ان كده السؤال خلص؟ هو مش الراجل بيقولك 5 power x plus 3 كوال كام؟ يلا نعود 5 power x معايا ولا مش معايا؟ معايا طبعا 5 power x بكام؟ 2 multiply 5 power 2 اللي هي 25 25 في 2 يعني 50 يبقى الاجابة B حلو؟ جميل 23 الراجل جاي بيقولك limit x tend to 3 limit x tend to 3 x power 2 minus x minus 6 over x power 2 plus x minus 12 مبدأين انت اول خطوة هتعملها تعويض مباشر هتيجي تعويض تعويضها مباشرة تشيل الـ x وتحط 3 حتى لو بعينك 3 بور 2 9 9 minus 3 6 minus 6 0 شكلها كده رايحة في سكة 0 على الصفر تعالا كده نحط 3 بور 2 9 9 زائد 13 مينس 12 التعويضة المباشرة طلعت لك كام على كام 0 over 0 مش مشكلة قدر الله ومشاء افعل اعمل ايه؟ اروح حالا اعمل factorization limit x tend to 3 يلا معلم نعمل factorization brackets اهي x power 2 هي كام وكام x وx الـ 6 دي 3 في 2 اخيرا نيجاتيف كبيرة زي اللي في النص طبعا انت هتعمل factorize بالآلة عادي mode equation 3 هيطلع لك رقمين على الآلة الآلة هتقول لك positive 3 و negative 2 الآلة هتقول ايه؟ 3 positive واثنين نيجاتيف غير اشارتهم خلي الثلاثة نيجاتيف واللي اتنين هي اللي positive احنا بنغير الاشارات اللي بتطلع على الآلة يعني الآلة في المسألة دي هتديك الـ x بكام positive 3 و negative 2 فانت هتغيرهم انزل تحت اعمل factorize برضو بقالتك هتدخل الارقام دي للكالكالكليتور 1 1 negative 12 ادي x و x كام في كام ب 12 4 في 3 الاخيرة نيجاتيف الكبيرة برضو زي اللي في النص ودي نيجاتيف وهنز طارت x-3 مع x-3 طيرتهم مع بعض اول لما طير حاجة من فوق مع حاجة من تحت ابدأ التعويض تاني يلا نبدأ نعوض عن الـ x بتلاتة 3 زائد 2 خمسة 3 زائد 4 سبعة يبقى الاجابة 5 over 7 الاجابة D او في بعض الناس بتحب ان هي ترايح دماغها قوي تشتري دماغها وتيجي تعوض هنا بس ما تعوضش بتلاتة بتعوض بكام في الاول 2.999 وبرضو هيطلع لهم نفس الاجابة 5 over 7 بس هي هتطلع لك بالدسيمال فلما تطلع لك بالدسيمال انت حاولت اجيبها انك انت تجرب الاختيارات شوف مين الديسيمال بتاعه متوافق مع الديسيمال اللي هتطلعه القالة هتطلع برضو كام 5 over 7 24 لمت كلا كت تاني تالت رابع مش عارف المرة رقم كام ولكنه بيقول لمت اكس تند تو 5 اكس باور 2 minus 5 x over root x plus 4 minus 3 اول خطوات الليمت حضرتك مشكورة هتعملها هي التعويضة المباشرة واظن ما بقتش محتاجة اقولك ان التعويضة المباشرة دي هتطلع 0 على 0 بس لازم اعملها في بعض المسائل بيبقى التعويض المباشر هو الحل وطلع انت تبرم وتلف وما تلاقيش حل لان الحل كان ساعتها في التعويض المباشر احنا بنعمل تعويض مباشر والله لو طلعت 0 على 0 نشوف السكة اللي هنسلكها طب ايه السكة اللي هنسلكها روت يبقى كونججة على طول ايه حور كونججة ده تعال اوريك ادي لمت اكس تند تو 5 هكتب سؤالي الاول زي ما هو بس والنبي لوجه اللا لوجه اللا تلمح ان فيه اكس كومان فاكتور فوق لو لمحت ان فيه اكس كومان فاكتور نص مشاكلك في الحياة حلت اخدت الاكس كومان فاكتور يتبقى لك اكس ماينس 5 وتحت معاك روت اكس بلاس 4 ماينس 3 ايه بحور كونججة اللي بنقول عليه دائما وابدا مسائل الليمت بنضرب في كونججة الروت مين الكونججة بتاع الروت روت اكس بلاس 4 بلاس 3 روت اكس بلاس 4 بلاس 3 اخدت بالك انا عملت ايه انا ضربت في الكونججة فوق وتحت الكونججة ده مجرب بغير انهي علامة اللي بعد الروت وقبل الرقم العلامة اللي ما بين الروت والرقم اللي هي كانت نيجة تبقى انا خليتها ايه بصطف وضربت فيها هتضرب دلوقتي ازاي يا معلم انا قريك اسهل ضربة في الدنيا هي ضربة الكونججة ادي لمت اكس تيند تو فارف تحت 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 نكس كده معايا انا لو جيت ضربت الروت ده في الروت ده روت في روت يمشي الروت روت ملتبلاي روت مدام اللي اتنين روت تحتهم نفس الحاجة اكتب اكس بلاس فور من غير الروت وبس طب نيجة تيف سري ملتبلاي بوزتوف سري نيجة تيف ناين طب وفوق روس بس كل اللي عايزك ترس اللي انت كابده ده كله اكس في اكس ماينس فايف في روت اكس زائد اربعة زائد تلاتة ما عملتش اي حاجة فوق رصتهم كل اللي عملتوا من انا ضربت الكونججة تحت اول في اول وتاني في تاني هل لاحظت ولا لس مش عارف انت ملاحظ ولا لأ اقرالي كده اللي تحت اكس بلاس فور ماينس نين ايوة اللي هو كام فور ماينس نين يعني نيجة تيف فايف اذا اللي تحت ده كله اكس ماينس فايف اوالله لو مش بصدقني يا عمي عمل اربعة ماينس تسعة على الآلة هتطلع لك نيجة تيف خمسة يبقى اللي تحت ده اكس ماينس فايف يطير مع ال اكس ماينس فايف اللي فوق يا لهوي ده كده خلصت لان انت اول ما بتطير بتبدأ تعوض على طول هو مين اللي تبقى تبقى لي اكسه اللي بشورلك عليها وتبقى لي كل ده روت اكس بلاس فور بلاس سري طب انت عايز نعمل دي الوقتي عايزك تعوض عن ال اكس بفايف فايف ملتبلاي روت فايف بلاس فور بلاس سري روت 5 بلاس 4 يعني روت 9 اللي هو 3 3 بلاس 3 6 باي 5 تطلع 30 الإجابة A أو كان ممكن تختصر كل الليلة دي إنك إنت تعوض مكان الإكس بكام 4.999 في الأول فإنت ممكن دلوقتي لو إنت في الامتحان ومش عايز تعمل الليلة دا كلها وسؤالك تشوز مش إيسي عشان لو إيسي إنت نازم تعمل له الكلام دا تورغوله إنما لو السؤال تشوز عادي إنت ممكن تشيل كل إكس وتحطه 4.999 ماشي إيه اللي بعده إيه اللي بعده مسألة Limit Limit X 10 to 0 تعالوا نشوف الكلام علي Limit X 10 to 0 أول خطوة هنعملها تعود مباشر وهتطلع 0 على 0 ما نحرقش بقى كتير تعالوا نفك البراكت دا أفك البراكت دا إزاي براكت بارتو بيتفك عادي الأولاني بارتو بلاس الثاني اللي هو وان بارتو بلاس أول في تاني في تنين اللي هي تنين إكس أنا كده فكت البراكت ما نساش أن أنا معايا مين أصلا في السؤال نيجاتيف وان وإكس تحت فكت البراكت ونزلت النيجاتيف وان دا زي ما هو والإكس زي ما هو ايه رأيك في الوان الجميل ده اللي هيتشال مع النيجاتيب وان دي المسألة بتفرفر بتخلص خلاص limit x tend to zero معك x square plus 2 x فوق وفار مين يا ريس x يا رب ناخد x command factor من فوق لو اخدنا x command factor الله يرحم السؤال اخدت x command factor يتبقلك مين من هنا x plus يتبقلك مين من هنا 2 كده كده انت قسم على مين حضرتك قسم على x دي مسألة limit x tend to zero طيب طير ال x مع ال x خلصت المسألة x رحت مع x من اللي تبقى x plus 2 طيب يلا نعوض مخاني ال x بكام zero zero plus two equal to zero plus two equal to الاجابة ايه ده ليه مش حطيني الاجابة بتاعتي في الاختيارات نس نجاحها كده سريعا x part two plus one plus two x minus one على x طاروا مع بعض سحبنا ال x command factor بقى x زائد اتنين التندنسي zero ال x طارت مع ال x zero plus two equal to قطعا قولا واحدا الاجابة to ولكن هو مش حطيني اجابتي في الاختيارات مش مشكلة خطأ مطبعي قدر الله ومشاء افعل سؤال رقم twenty six twenty six بيقول انتروانجل اي بي سي لو ال a b سنحبه في المثلس الاسمه a b c هو بيقول ان ال a b equal to a c equal to 8 يعني دلوقتي معي اتنين سايدز قد بعض تعال كده ارسم لك المثلس والرايح نفسينا خالص ال a b equal to a c ال a b بيساوي 8 سنتيمتر وال a c كمان بيساوي 8 سنتيمتر وميجر انجل اي one hundred twenty degree طب ثانية واحدة كده مدى من ال اتنين دول equal يبقى اكيد الزاويتين equal بعض انا ممكن اجيب كل انجل منهم انا هعمل one hundred eighty minus one hundred twenty divided two one hundred eighty اللي هو مجموعة ثلاث زوايا a minus منها المية وعشرين يديني الزاويتين دول اسمت على الاتنين اعرف الزاوية الواحدة بكام 180 minus 120 60 على الاتنين تطلع كام 30 يبقى انجل دي 30 والانجل دي كمان 30 حتى لو جيت جمعتهم تاني يطلعوا 180 عايز ريدياس السيركم سيركل شكرا شكرا مدام عايز ريدياس انا بقسم اي صيد على صين الانجل اللي في وشه وليكن مثلا eight على صين الانجل اللي في وش الات من الانجل اللي في وش الات 30 eight على صين سيرتي equal to r يعني دي eight على هاف equal 2 r بقولك ايه ات على هاف اللي هي كام 16 equal to r اقسم على الاتنين يطلع على الار بكم بتمانية ريدياس ايكوال eight سنتيميتر ريدياس السيركم سيركل بeight حلو جد 27 انترانجل اي بي سي في اي مثلس اسمه اي بي سي بيقولك كوزين اي بي سوي كام معلومة معلومة اصحى كده remember اللي هيكتب دلوقتي في اي مثلس في الدنيا ساين اي بلاس بي هو هو ساين سي بينما كوزين اي بلاس بي ايكوال ناجت في كوزين سي ليه اصل الانجلس دي سابليمنتري مجموحهم 180 فكوزين الاولى وكوزين التانية ايكوال في المجنيتيود بس بعكس الاشارة او باختلاف الاشارة ولذلك اي مثلس فيه ساين زاويتين او ساين مجموعة زاويتين هو هو ساين الزاوية التالتة طب لو كوزين بقى هو هو بس باختلاف الاشارة فدلوقتي حاليا انت لو جيدت تشوف الاختيارات بتاعتك بصير على اختيار دي كده اختيار دي ده اختيار ابن ناس قوي كوزين بي بلاس سي وقبلها نيجاتف وهنا كوزين ايه وقبلها بصطف يبقى فعلا اللي اتنين دول ايكوال بعض لان انا في حالة الكوزين كل اللي بعمله ايه بحط اشارة نيجاتف يعني بقول كوزين زاوية بيسوي كوزين مجموعة الزاويتين التانيين بس باختلاف الاشارة ده اللي حصل فعلا كوزين انجل بيسوي كوزين مجموعة الانجلين التانيين بس باختلاف اشارة النيجاتف قبل الاختيار مش الاي ساي find the solution set of the equation to absolute 2 minus x plus 3 fruit x square minus 4 x plus 4 equal 15 استعنع الشعب الله مبدأين 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 هل تعلم أنه لي الحق بدل ما هو absolute 2 minus x أخليه absolute x minus 2 أصلاحنا دايما بنحب الـ x ده تبقى positive هتقول لي بس 2 minus x مش هي هي x minus 2 أما أنا عارف فرق ما بينهم إشارة negative أنا عارف أنه أنت فاهم بس الأبسلوت بيعمل ايه بيشيل الـ negative common factor اللي أنت أخدته ولذلك لو جواته minus x أنت حقك تخليهم x minus 2 plus add 3 root عايز بس أفراجك على حاجة تحفى ما تحصل دلوقتي أنت اللي في دماغك كله أنك أنت هتعمل ايه factorization هتروح للآلة تعمل mode 5-3 لو روحت عملت mode 5-3 هتطلع لك رقم واحد الآلة هتديك رقم واحد فقط لغير الآلة هتقول لك equal to فأنت تخليها negative 2 وتعمل power 2 هتقول لي إده مش فاهم هو أنت ليه غيرت رقم الآلة كده كده بغيره لسه كنت بحلي بس قالت limits من شوية وانت لك أن الأرقام اللي بتطلع من factorization على الآلة بتتغير عشان تتحطوا جوا البركت طب أنا غيرت الرقم ليه بقى حطيت power 2 أصلا لقد لقى لي كان إيه رقم واحد يعني براكت واحد والquadratic equation لازم براكتين فلما بيطلع على الآلة رقم واحد بنغير إشارته ونحط باور كام power 2 طب بقول لك إيه add 2 absolute x-2 plus 3 absolute x-2 برضو كل ده equal 15 هتقول لي لأ حاسب بس سانية واحدة إيه اللي جاب الabsolute التالي ده إيه اللي خلاها يصري absolute هي مش كانت root و bar 2 ما الpower 2 بيمشي الroot ويسيب absolute آه دي مهمة قوي دي انت سعكد بيكون كل اللي في بالك إن الpower 2 بيمشي الroot أو الroot بيمشي الpower 2 أو river اللي بتقوله بيتقوله ازاي ولكن العلم بيقول إيه الpower 2 بيمشي الroot بس ما ده ما هو even سايب absolute ولذلك الاتنين ده المشي وتحط مكانهم absolute كده الدنيا بقت أحلى بكتير ليه يا رئيس تعال قولك حاجة اتنين absolute plus 3 نفس الabsolute اجمع coefficient اعمل 2 plus 3 يبقى كام 5 absolute x-2 كل ده بيسوي 15 اقسم لي بقى معلم على 15 على 5 تقسم ال 15 على 5 تطلع 3 إذن absolute x-2 absolute x-2 equal 3 وانس وصلت الى absolute بيسوي رقم المسألة بتاعتي قربت تخلص هروح جاي شائق الصفحة لين كده هقول x-2 equal 3 وx-2 equal negative 3 انقل بالplus 3 plus 2 بكام بخمسة انقل بالplus negative 3 plus 2 بكام بnegative 1 يبقى solution 6 بتاعتك كام وكام negative 1 و5 لان انت بتحل الحلين مر الرقم positive ومر الرقم negative دايما في الabsolute بعمل كده تاخد بالك بس من تركة ايه؟ ان الpower to learn ما بيمشي الroot لازم تحط مكانه absolute جميل انا بعمل ايه؟ 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 ماشي ادي 5 for negative 1 دايما بتاعت اللي فاتت discus the continuity of the function f in r ابحث اتصال او continuity function دي انا مبدئيا الراجل بيقولك اني معرف ال f of x باثنين function piecewise function اتنين functions مختلفين واحدة اسمع sine x-1 على 1 واحدة اسمع negative cosine xy تعالا كده وريك number line يوضح لك شوية حاجات نفهمها ادي number line هيتحط على الone ايه؟ ايش معنى الone؟ لان الone هو الرقم اللي تم فصل ال functions عنده الone قبله غير بعده ده لما ال x اكبر من الone x اكبر من الى المنطقة اللي ناحيتي انا دي ال function اسمها sine هكتبها x-1 over x-1 ده امتى يا معلم؟ ده لو ال x اكبر من واحد طب لو ال x اصغر من او equal الواحد x اقل من او بتسوي واحد ده فيه function تانية خالص اسمها negative cosine xpy negative cosine xpy ادي يا معلم اللي اتنين functions بتوعنا واحدة بنستخدمها لو ال x اكبر من واحد واحدة بنستخدمها لو ال x اقل من او بتسوي واحد عايز اديسكاس continuity بديسكاس ال continuity ازاي؟ مابدين بجيب limit عند الرقم اللي حصل عنده الفاصلة الرقم اللي المسألة اتقسمت عنده اللي هو كام؟ اللي هو واحد ده معناها من ناحية اليمين اللي هو يمين الواحد اللي هي المسألة ديت يعني sine x-1 over x-1 معلش بس عايزين نعمل تعديل طفيف قوي مش انا اقيل لك ان في حالة trigonometric function عايزين التندنسي كام؟ zero والتندنسي هنا كام؟ one اللي ده ناحية التانية limit x-1 tend to zero وهنا بقت sine x-1 over x-1 اتزبطت بالثلث مش لازم دي اجد عن التندنسي باسمها x هو انتو دي عايزينها دايما المسألة كده عشان تحلوا ان لو جيتوا ترك limit x tend to zero sine x على x هتقول لي ايه التفادي يا مستر؟ طبعا بواحد لان ال x زي ال x زي ال x طب حبيبي ما هي دي x-1 ودي x-1 ودي كمان x-1 مدام التلاتة دول زي بعض والتندنسي zero الاجابة قطعا بكام بواحد مسألة trig function دي اجابتها one طبعا انا كده جبت limit من انهي ناحية جبت limit من ناحية اليمين اللي هي اكبر من واحد عايز اجيب limit من ناحية الشمال limit x tend to one من الناحية الشمال negative cosine x باي ريس كده كده انت اول حاجة هتعملها هتعود تعويض مباشر بالone يعني هتجي تقول negative cosine one one في باي ده كده كده عارفت ان انا عوض عن الباي كام one hundred eighty اصلي دي انجل فانا شلت ال x وحطتكم اتها اللي هي one هتقول ليه تعبوا النجاتف ده يا مستر يعني ايه يده مش نجاتف ده معناه شمال الone الرقم اللي شمال الone على طول طيب اه كوزين الone hundred eighty كوزين الone hundred eighty بنيجاتف one ومعك نيجاتف سبحان الله طلعت كام طلعت one ايه ده ده معنى كده ان الليمت من ناحية الشمال بone واللمت من ناحية اليمين بone هل ده معناه انها continuous فضل استيب واحدة انا عشان اثبت continuity لازم اثبت ان فيه 3 حاجات قط بعض limit x tend to one من ناحية الشمال equal limit x tend to one من ناحية اليمين equal f of one هتقول لي طب و f of one دي هنجيبها منين هنجيبها من عني ده يا f of one دي f of one معناه ان انا هعوض عن ال x of one وانت بتبقى already عملتها خلي بالك خطوة f of one ديت انت عملتها هتقول لي عملناها امتى كابتين مش واحدة بنجيب limit انا عوضناه هو ال equal one موجود فوق ولا تحت ال equal موجود تحت يعني انت لو جيت دي الوقتش احنا بوزنها قوي دي greater than دي لزان or equal يبقى انا لو هعوض عن ال x sub one هعوض عنها تحت انا فعلا لازم اعوض عن ال x sub one تحت جماعنا لسه معوض عنها negative cosine شيل ال x وحط one في باي او في 180 تطلع برضو بتسوي كام one في كام واحد موجود في البورد الليمت اليمين واحد الفونكشن نفسها واحد واللمت الشمال كمان كام واحد الليمت من ناحية اليمين او من المسألة الاولى equal limit من المسألة التانية equal قيمة الفونكشن نفسها معنى كده انها continuous at x equal one بص هكتبها له ازاي بقى هقول له خلي بالك الفونكشن is continuous at x equal one ومادام طلعت continuous continuous يعني ايه limit equal limit equal function ومادام continuous on x equal one هتبقى continuous on r ايش معنى فاكر ال number line اللي اللي كنت رسمه كان مين اللي علي بس ال one شماله function ويمينه function احتمال ال discontinuity بيبقى عند الفصلات بس انا كنت افاصل فصلة واحدة عند ال one اتشكت يمينه وشماله وعنده تلعت continuous فمدامة continuous عند الرقم المفصول عنه يبقى زين اكتب له السطر اللي تحته على طول يبقى هي continuous on r انا ما عندش اي مشاكل بعد كده انتهى بحمد الله هذا الاجزام نتقابل على خير بإذن الله انتحانات واجزامات تانية ربنا معاكم يا شباب السلام عليكم